الهيدروجين مع التطور التكنولوجي وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف كذلك مكافحة التغييرات المناخية أصبح من الضروري أننا نتجه إلى تطوير الهيدروجين الأخضر لما له من أهداف وما له من اهتمام في مجال خاصة إزالة انبعاثات الغازات الدافئة وغازات الاحتباس الحرار لأن التجربة بينت بأن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها لا تسمح أننا نصل إلى الأهداف البعيدة المدى لإتفاقية المناخ للحد من انبعاثات الغازات الدافئة وكذلك الحد من الاحترار على مستويات بين 1.5 و 2 درجة مئوية قبل نهاية 2100 ومن هذا يعني نعول على الهيدروجين لأنه هو كذلك غاز ليسمح أننا نزيل الكربون خاصة في الصناعات التقيلة كصناعة الحديد كصناعات الكيميائية كصناعات التي تطلب إلى حرارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر